وفي خبر آخر وتحت رعاية الأمير فراس بن رعد أقامت أمس الجمعية الأردنية للماراثونات فعاليات سباق ألترا ماراثون البحر الميت السادس والعشرين تفاصيل أكثر في هذا التقرير على مرمى حجر من جبال القدس الشماء التي كانت شاهدة صباح أمس الجمعة على ضفة البحر الميت الشرقية والمطلة عليها حيث انطلقت فعاليات ألترا ماراثون البحر الميت السادس والعشرين ومن على ضفاف البحر الميت انطلق نحو ألف ومائتي متسابق من مختلف الجنسيات السباق الذي نظمته الجمعية الأردنية للماراثونات ران جوردان وأمانة عمان اجتمل على ثلاثة سباقات خمسين كيلو مترا ونصف ماراثون واحد وعشرين كيلو مترا وعشر كيلو مترات تنافس فيه المتسابقون وسط أجواء تنظيمية احترافية أسهمت مديرية الأمن العام والخدمات الطبية الملكية والهلال الأحمر الأردني في نجاحها بتقديمهم كافة التسهيلات الإجرائية والتنفيذية على الأرض إلى جانب إعداد من المتطوعين عملوا على تقديم الخدمات لكافة المشاركين الحمد لله اليوم أنهينا سباق الخمسين والواحد وعشرين كيلو متر والخمسين تتابع وكمان سباق العشر كيلو متر على وصول وإحنا هنا موجودين في منطقة الاحتفال طبعا كانت الأجواء جدا رائعة وهل حد ما شوي يعني ما أسعفنا الجو ببداية العشر كيلو متر كان شتا كتير غزير بس هذا مفيد للعدائين إن شاء الله يكونوا حققوا أرقام قياسية عالية لأنه دايما الأجواء الباردة بتحفزهم على الركض فكان بصراحة يعني سباق حلو وتعبنا كتير بالتنظيم تبعه إحنا كمنظمين ران جوردن بحيي فريق العمل تبعي ران جوردن وبحيي أمانة عمان وكل الجهات الأمنية اللي تكاتفت كلها جهودها لتنتج حدثها الأد كبير وضخم على مستوى عالمي الأجواء الشتوية والتي شهدتها منطقة التتويج على شاطئ عمان السياحي لم تمنع إتمام المراسم حيث قدمت فرقة أمانة عمان فقرة غنائية وسط تفاعل كبير من الحضور حيث تم تتويج الفائزين